اشتركوا في القناة قدم عدمت انسانيته شخص ندل ماتت فيه النخوة ورجولة اختصب بنت لا تتعدى لعشرين سنة قبل زواجها باسبوعين وحصل بنان على وقع الاختصاب حمل والبنت زي الامر يعني ضيفة معانا حاليا هنشوفها قال لي من عشرين سنة يا جماعة حاليا معاها جودي سنة ونص والندل اللي هو الجاني الجاني في فقرتنا النهاردة مش عايز يعترف بالبنت الصغيرة ولا عايز يكتب كتابها بل تآمر مع المحامين اللي ان شاء الله هنحاول نشوف الخطأ فين وفيه محامي جديد معانا النهاردة ان شاء الله يعني بدأ يتبنى القضية وان شاء الله القضية تبنها بنفسي يعني الموضوع يعني هتشوفوه هنعرف تفاصيل القصة كلها من امل خلوني ارحب بضيوفي عشان اعرف كستوتهم بالزبط بس انا خير يا امل بس انا نورت قناة المحور وستوديو مصر في القلب وشودي طبعا نورت الدنيا ايه امر عامل ايه وخلونا نرحب بالحاجة فاطمة صبحي والدة الاستاذ امل انا عايز في البداية يعني اسألك الواقعة تمت ازاي او يعني اشرحي لي تفاصيل الموضوع بتاعك عشانا مش هسيبه يعني انا معاك لحد الاخر لحد ما نجيب حقك وحق جود ان شاء الله اتفضل انا كنت طالبة في سنوي كنت بدرس كنت فوق لها سنوي كنت مخطوبة وهتجوز بعد اسبوعين تمام كان في ولد زميلي كان اتقدمني قبل ما تخطب كذا مرة وانا رفضته يعني كان زميليك في المدرسة او كان زميلي فانا لما رفضته واتخطبت فضل يطريدني بعد ما اتخطبت بفترة وكان فضل على كتب كتابي اسبوع وكنت بياخد درس اخر حسة علشان كنت هتجوز الولد خلني يعني طالعة من الدرس والاستس بيسألني يا عمل هتجي امتى قلت له خلاص اخر حسة يا مستر علشان خلاص فاضل على كتب كتبه اسبوع واحد قال لي طب بيخلي والدتك تعزمني قلت له حاضر طلعت من الدرس ومشي لقيت حد نضح علي في الشارع مردتش علي الشارع كان ضلم وكنا الساعة 8 بالليل انت مقيمة فين يا امل احنا من متشنا طبع مركز اجا اجا ده اهلية ده اهلية ده يعني قرية المفروض يعني او فضل فطلعت من الدرس ومشي مرواحة لقيت حد نضح علي في الشارع انا مردتش عليه لقيت بيقول لي انا محمد انا مش بنده عليك بتروحز مني ايه وفي حاجة باني وبنك عشان تتكلم معي قال لي استنى عايزك في كلمتين سبت ومشي قال لي انا مش بنده عليك ومش بكلمك وققا مش هتديني في مكان واقفل علي واقفل علي المكان ده كانت بوابة واقفل علي في مكان مهجور وتعد علي يعني حولت اللي انا اجري حولت اللي انا اصوت ما حد استمعني خالص ما كانش في اي حد في الشارع جيت اللي انا اجري علشن يعني انا مش عارف اروح فين ولا عارف اجي منين ولا شايف حد اللي هو يسمعني حتى صوت ما حد استمعني فتل يضرب فيه لحد ما وقعني في الارض وقام مش هنكلني وقعني في الارض وقام متهجم علي انا اغم علي هو بضربني انا اغم علي فقدت الوعي محسيتش باي حاجة خالص لما فوقت من اللي انا فيه لقيت دمي متبادلة ولقيت نفسي تعبانة وحسيت بتعب قمت علشن اللي ما حكتي عشان اروح لقيت بدور على حكتي من الارض لقيت تليفونه خدت تليفونه وروحت البيت ثاني يوم بعد رسالة الخطيبة من تليفوني قال له شوف بقى هتتجوزها ازاي خطيبتك خطيبتك مش هتعرف تتجوزها خطيب اتصل على مواما قال له جالي رسالة بتقول كذا 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 شوفي اعمال فاقي اما لما جات شافتني انا اول ما عرفت اللي حصل خطيبه طبعا كل شيء نصيب انا خدت برشام نوم رحت في غيبه باربعة ايام ده الموضوع ده من كم سنة انا من سنتين الوقع دي حصلت في شهر ثلاثة اخر ثلاثة الف نوته منتاشر خطيب الشام نوم رحت في غيبه باربعة ايام اعمامي لما عرفوا اللي حصل لي جوهم خدوني عندهم في عين شمس في الكاهرة عشان يحلوا الموضوع ده يشوفوا هيعملوا في ايه اعمامي ضربوني وخدوني الاول اللي الدكتور كشف علي قلهم في نسبة غشاء بكار عندها كبيرة وممكن بعد فترة تتجوز ونسبة بس اللي مقطوع ممكن بعد فترة تتجوز بس حرام عليكم المفروض اللي عمل فها كده هو اللي يتجوز يصحها غلطته الدكتور قلهم كده اخدونا عندهم البيت فضلوا يضربوا فييه وقالوا لي احنا هنجوزك وانتي لو مش موافقة احنا ممكن احنا هنقتلك وهنسجلك لانت اللي مودت نفسك قلتلهم اللي انتو شايفينه ايه دي يا امل هناخد ماما ايه دي يا حاجة فاطمة حقها مش هيضيع والله ما هسيب حقها انا بقى ان شاء الله هتولى القضية ولي حبيبي وان شاء الله هنقدر نجيب حقها مداما عدمة النخوة والرجولة الاكتراف فعلي حاجة فاطمة لازم يشيل مسؤوليته طب انتو النهاردة ايه يعني انت عارفت الواقع ازاي انا من قبل ما اعمل الولد يعمل فيها حاجة كان على طول بيطاردها في كل مكان وامتروحش مكنة لما تلاقي وراها وبيبتصل طبعا احنا سهل جدا ان انت تجيب اي رقم اي حد في البلد بقى يتصل علي انا هتجوزها يا امها هدمرها لك ولو جوزتها لحد غير انا خلقت اتطلق اخر ما زيت روحت لولدته في البيت قلت لها بعيد ابنك عن بنتي بنتها هتتجوز خاطبة لو عارف هيقتي لابنك لما ابنك بدل ما يحصل مشكلة انا مش هدور على اه انا ما عندش ألا بنتي وجدت ان انا ما كمل لاش 15 يوم وجدت لبنت فرحة ودنيتها خلق الفرح الفرح عندي ميتة دمر حيات بنتي ودمرنا كلنا احنا ما بنعرف شو نخرج من البيت لو خرجنا من بنت وكل الناس مفكر ان بنت دي هي اللي عاملة كده بمزجها واحدة مخطوبة وفرحنة مخطيبة وفرحنة بالدنيا اللي دخليها حكزلها فصة الفرحة وقاعدة الفرحة عاملة كل حاجة كل الناس فرحانة عزمين يا مؤمن لوم طيب دعوة بفرحتي حسنش اننا مش قادرة مش قادرة مش قادرة كوف حد كل اللي جاي على بنتي ان بنتي اللي عاملة كده بمزجها لو بنتي عاملة كده بمزجها قادرة هتنتحل من موت نفسها ليه عاملة لما خدوها عن شمس وكتبوا كتبة ما كنتش أعرف لقيت في يوم اللي كتب عليها ده جاي يقول لي يوم شم النسيم يوم تسعة اربعة الفين وتمنتاشر لقيته جاي يقول لي انا كتبت كتب على عاملة قتلوا ازاي؟ واحنا موتنا انا وبابا عايشين وعشان بابا طيب وغلباني كل النس علينا سجونا بقى اللي احنا فيه ده مين اللي كتب كتابه عليها ده؟ واحد تاني يعمى ما جبوه من البلد اتصلوا بيه وقالوله تعالى وهو كان عارف بالموضوع وقالوله تعالى يعني لم عشان نلم الموضوع ومحدش ياخد خبر كله خايف على مدحته طيب ليه حاجة فطنة ملاجئتوش للولد اللي هو صاحب الواقع يا امر اما ما رجلش يدوره وانا وانا كنت ماشية في البلد تاني يوم عمل في بنتي كده لما عرفت من خطبة مش يجري في البلد عملة زي المجنونة عايزة اشوفه انا معرفش شكله ايه ولا عرق انا اول ما اشوفه يوم تاني يوم اختصب بنتي ساعة ما جبني طلع يجري في الشارع طبعا انا مش هينفع اجري وراه يعني مجاش حاجة فاطمة يصحح غلطت له مجاش بعدت لجده اتصلت بجده جالنا بعد موضوع الاختصاب ده بحوالي 20 يوم او شهر كانت اعمل بقى جبتها تاني يوم ما كتبوا اكتبها عمامها جايبها يوم عشر عشر اربعة من اسم السلام خلتنا وقتنا في مغزن دخلت الاسم جابوها بدرب النار مش عاوزين يسبوها امم اقول انا احنا خلاص احنا هنمشي الجوازة دي وتعشي خدمة ليه عايبه ما عارفة اني من تخوم مجنع ليه واضح من روايتها يعني واضح من رواية ان الولد مترصد ليها حاولوش انهم يساعدونا ولا حد حاول يساعدنا بعد ما جبتها ليه بغنت جثة من اسم السلام بسنت فيها كانش بتقدر بسي نفسها بقمي عشان لما اخدت خشت يد حاجتها بيت عشان لها وسندها يومها كان معانا المفروض المحامي اللي هيبقى اللي معانا كان مفروض يعرف ان احنا لازم نرفع محضر في اليوم ده ما نسكتش سكتنا وقال خلاص انتوا هتبضلوا هنا احنا هنروح نرفع لكم المحضرة رفاقجة هتب يوا كانت بتحك علينا عشان هو قريب الولد اللي اختصى بأمان ده المحامي حسب الله نعمل وكل فيه بقولها بقولها على الناس كلها بتدعى علينا في الزهور وبهدلنا وبهدلنا اخر بهدلة يعني برضو المحامي كان جاني المحامي اه امل لما فائت وخلاص وخاء حصل الولد خطف تليفونها على صورها وصورنا كلنا وصور اهلها خطف التليفون ومشي ويعملوا تليفونه وما نعرفش يا بالدوس لقت التليفون بتاعه التليفون ده كان عليه رسائل التهديدات اللي كان بيهديدها الامل لو اتجوزتها اطلقك انا مش هسبك تتجوزي الجاني ده الولد اللي اختصبها ده اه يعني معانا الدليل وانا لما جالنا جده قلت له تليفون ابن 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 بنتك معانا جده ابو امه طيب هددنا في بيتنا وقال احنا مبين مناش احنا لو قلت له بنتي انا شكل احنا في دولة قانون يا حجة فاطمة احنا في دولة قانون واحنا طبعا بناشى من خلال يعني منصة مصر في القلب يا جماعة اي حد من سادة المسؤولين سامع سامعنا او شايفنا رجائن يعني يدخل معانا عشانا لازم نشوف حل يعني دي ماجنة عليها انا لو مش متأكد مية في المية انها ماجنة عليها انا والعداد بتاعي مش هنجيب امل عشان نعمل بروباجندا يا جماعة ده حق طفلة وحق بنته وكلنا عندنا عندنا بنات وعندنا اخواتنا وعندنا اعراضنا الناس انه امه يجبوا يجبوا الولد قلت له امه انا لو هبقى عافش بيتي لو هبقى بيتي هتو يعمل التحليل ولو ما تثبتش ان هي بنته اللي ادعي اللي امه بيقوله بنتي كان امه اكتر من واحد انا معايا كشف تبقى على بنتي بيقول اللي بنتي وشاء القبكرة بتاعها ستين في المية اخفو كل حاجة عليه علشان يضيقه حق بنتي يعني حصلت تفاهم بينه وبين المحامي حق طفلة بين المحامي وبين كل ما نروح لمحامي يروحوله ويقدر يلعب في القضية لحد ما تبست اللا قدن يا دفلت انا اتدمرت انا بقى دي سنتين ونص بتدمر ما بين المحاكم واللقسام علشان ازبت حق بنتي انا جماعة انا بنتي لا لا احنا بناشد المجلس القومي لمرأة وبناشد كلال من بيرنا المجلس القومي لطفولة ولمومة زنب جودي ايه زنب جودي ايه وزنب امل يعني جودي النهاردة عندها كام يا امل عندها عندها سنة ونص سنة ونص جودي وملهاش شهرية ميلاد لحد دلوقتي مش عارفين نعمل ايه ولا عارفين نطلع لاش شهرية ميلاد هم مش معترفين والمحكمة ما عملت لاش التحليل احنا نعمل ايه هل المحكمة مطلبتش المحامي مقالش ان فيه تحليل دي ان ايه يا امل مطلبش مفيش حاجة تعاملين كان متآمر بقى ده المحامي كان متآمر بقى معهم حد ازيز سعد انت عندها سنة ونص وروحتي للناس في البلد طب يا جماعة يعمل التحليل بما يردل احنا مش عايزين منه فلوس ولا عايزين منه حاجة قالوا ان احنا بيعنا الطفلة طب انتوا ازاي بتقولوا انها مش بنتكم وازاي بتقولوا ان احنا بيعنا الطفلة دي بنأجرها ساعة الجلسات تطلعوا فينا كلام تطلعوا فينا اجعاد ان احنا فتحين بيتنا ماولي حاجة فاطمة اللي يخلف ولد بالطريقة دي وبالقذرة دي طارد بنات الناس سهل جدا ان يعمل بيدا وللناس احنا مش هننسئل عن ولدنا اكلناهم ايه هننسئل عن ولدنا ربناهم ازاي بندور على حقوق الدين والله احنا بمندور شبع حق الدين مش عايزين ننسب الطفلة دي لحد حرام احنا منقول عايزين التحليل بما يرد الله لا التحليل هيتعامل وان شاء الله القضية انت بيحها بصفة شخصية احنا بنتم تدبع حق اهلا يمكن هيضيع يعني ما كانش متقدملك الولد ده لامل قبل كده اتقدملي اتقدملي زمانك قلت وانت رفضت ورفضته فضل يطردك فضل يطردك لغاية ما اتخطبت وبعد لما اتخطبت كان خلاص فضل على فرحة اسبوعين اتنين كان اسبوعين على الفرح اه وطرصدك وانت طالع من الدرس وقام بالفعل الشنيع بتاعه انا كل ما كنت يعني كنت قبلها كل ما كان اروح الاقي ماشي وراي لدرجة كد في يوم قلت ليا ماما انا كل ما اروح فيها التلايل وده ماشي وراي خطبي لو عارف اللي هو بمش وراي مش عايزيبه رح قولي لامه وحظره اللي هو يبعد عني ماما رح يتلمه البيت وقالت لها الكلام ده قالت لها حاضر ما عادش اللي دعوا بها تاني ولا عاد يتكلمها تاني ولا يبصي لها خلاص لما الفرح قرب وكان فضل على فرح وزواني اتنين انا مش عارف اعمل بيا كده ليه ولا كان في حاجة بيني وبينه ولا كنت اصلا يعني انا مكنتش بقبل الوده من معاكساته ليه من كل ما اروح فيها تلاقي ماشي وراي يعني ولد اخلاقه مش احنا طبعا يا جماعة بنشر سادة المسئولين احنا بنتكلم في التحرش والميديا كلها والقنوات كلها عمالة تتكلم في التحرش لا ده احنا تخطينا الوضع احنا يا جماعة يعني استحالة حد يطلع على الهواء اللي اذا كان صح الحق هي مظلومة الدموع دي يا جماعة مش من فراغ ارجوكم يعني يا ريت عايزينا حد من مجلس القامل المرأة يدخل معانا المجلس القامل الطفولة والامومة ان شاء الله ايه دي يا حاجة فاطمة واحنا بص يعني عندنا بدل المحامي عشرة ما شاء الله المصريين المحترمين كتار وانتو معاكم الوستاذ سيد حد محترم الوستاذ محمد يونس وستاذ عفتاح والله يا رب احمي ومحفظهم الناس المحترمة كتير والله ما سموناش من ساعتها فتحوا الدينية بعد ما كانت الدينية اتقفلت وش عارف اعملي في البيت لا ان شاء الله يصحها والتوتو وننسب جودي لوالدها الشرعي يعني القانون احنا في دولة قانوني امل طب انتي عايزة ايه امل يعني عايزة حق بنتك ولا حقك ولا عايزة ايه بالظبط انا عايزة حق اللي ده وحات اللي اتدمرت انا مالي الزنبي في اللي عصرني وانا مالي الزنبي انا كنت كت واحدة مخطوبة وكنت باعب خطيب وكنت كن رجل محترم اللي يخلينا بصول واحد زايدة زي ما الناس بتقوله زي ما الناس مارضاني اللي يخلينا بصول واحد زايدة وانا كنت خلاص هتجوز انا كنت مبسوطة بحياتي وكنت برحنة اللي انا دخل على جواج ومكمل تعليمي دمرنا ودمر حاجة ومستقبلي انا مليش زمبي في اللي حصل انا واحدة مجنع عليها الناس بتتمنى اتهمت وحشة وعيزها حقابنتي يا عيزها حقابنتي اللي يبقى لاش هديت منوت زيها زيها اي طفلة لان يا ماله هزم بي ماله هزم بالي اتبقى ضحية ووحد دي هنا يا حد يقول لها كلمة وحشة يا ماله هزم بي في اي حاجة وعيزها يتعاكب علش ان بنات الناس مش لعبة ما يقدرش يعمل كده بنات الناس يبقى عبر الغير وكده واي حد يعمل كده والموضوع يبقى سهل ويخلص بالفلوس جوز عمته جلنا وانا حامل لسه وعرض علينا فلوس اللي احنا اللي احنا انسقت اللي في بطني ورفضنا بعدها طلع علينا كلام اللي احنا ربيع بعنا البت واحنا ببعنا عايش كنا بنتكسف نخرب بيها يعني مبنعرفش نمشي في البلد بسبب الموضوع ده دمروا نوطرلوا هالنا كلام وحش ان شاء الله حقك مش هيضيعي امل يعني اعمل والنبي وعق البنت لقى انه جب في بلد قليلها للناس في البلد قالهم انا لو محكمة حاجمت ان هي بنتنا ونسبتها انا ه잡ائها في مالجة والنبي احنا انا مش عايز ينا حاجة منهم هل هو لو سمعنا هل هو لو سمعنا يرضى يتعامل كده ببنته واخته باي حد يخصه احنا في دولة قانون يا جماعة انتو ناس ظلمة على فكرة انتو ناس ظلمة ليه لابلكم قليل ادب وتطاور على بلات الناس يعني اقل شي صح غلطته وفي اه اه تحليل هيتعامل الدين ايه والبنت القانون هياخد حقها وغصبن عنك البنت هتكتب باسمك ده حقها ده اقل حق في الدنيا وبنتو ابنكم ييه اللي ادبوا وتتطولوا على الناس بالكلام لو هي عزامة كانت خدته لانه اتقدم لها وترفض احنا في دولة قانون وفي محكمة وفي قضاء محترم عادل للأسف الشديد بعض المحامين اللي بتسوى الليهم انفسهم يبيعوا ضميرهم ويبيعوا دينهم واخرتهم دنياهم واخرتهم على اساس ايه؟ انا لما روح للمأمور في المركز عجا ربنا يبارك له رب رئيس المباحث ما كانش هو ده كان واحد تاني المأمور والله ما سابناش وقال لي هادو الولد طيب ناخد مداخلة الاستاذة امل عبد المنعم مديرة شكاوة المجلس القومي لمرأة مساء الخير استاذة امل مساء الخير على حضرتك وعلى المجلس القومي للمرأة وبرئاس الدكتورة الدهوبة ميا مرسي اه مدام امل احنا قدام حالة حقها بيضيع كمام فاحنا احنا متابعين مع استاذ امل اه الشكاوة بتاعتها وابعتنا الورق كله لمكتب النائب العام بحيث انه يتم فتح التحقيق مرة اخرى طيب بالنسبة لدور المجلس القومي لمرأة امل يعني هل بيقف عند هذا الحد يعني تقديم الشكاوة بس المكتب السيد النائب العام المحترم اللي انا شايف قرارات جميلة بيصدرها عشان ينتصر للمرأة ويرجع لها حقها لا يا فاند ما بيقفش عند كده احنا متابعين مع استاذ امل وفيه ناس كلموها من مكتب اكتر يعني في تواصل مستمر معاها بحيث ان احنا نتحرك اول ما يتم فتح التحقيق تاني طيب هل حضرتك من خلال منبر مصر في القلب يعني نقدر مثلا نقول عشان الوقاعة دي ما تتكررش تاني اه استاذ امل هل مثلا يكون فيه جرائي تم اتخاذه مثلا يبقى فيه بعض السادة المحامين مكلفين من مجلس القومي المرأة على اساس التلاعب اللي بيحصل وحقول بنات اللي بيضيع خاصة اني شايف انها مجنة عليها فضال اه يا فندم احنا احنا بالفعل في اه فروع لمكتب الشكاوي في سبع عشر محافظة اه اي حد بيحصل له مشكلة من نوع ده اه بيتواصل معانا يا اما عبر خمسة اصر مية خمسة اصر لان حضرتك عارف ان وقعت وقعت الاختصاب بتبقى ليها شروط لازباتها وفي دي ان اي وفي في في حاجات في حاجات كتير حسب حسب الحالة اه يريد يتواصلوا عبر خمسة اصر مية وخمسة اصر او فورا لاقرب اه لاقرب فرق المكتب في المحافظة اللي هم فيها طيب يعني اوز امل لو هي تواصلت مع المكتب هل المكتب هيوفر لها محامي مثلا لك اقتراح من منه يعني هل محامي يكون مثلا مضمون احنا اللي بنوفر محامين اه لرفع القضايا بنوجهها اه في التحرك اه في الاقسام والحاجات في الاول يعني انها تخلص الاجراءات بتاعتها وبعد كده احنا بنرفع لها القضايا طيب نتمنى استاذ امل عبد المنعم وبشكرك على المداخلة مدير اه شكاوى المجلس القومي للمرأة لان احنا مش مش يعني اه في واقعة يعني اولية يا لأ ده كان في واقعة عبل كده ونتمنى تكون اه واقعة امل دي الواقعة الاخيرة الوضع ما يتكررش تاني يعني احنا نتمنى احنا بنحاول نتواصل مع الدكتورة مياه مرسي في اجتماع حاليا برضو على اساس اه طبعا هي الشكاوى السيادة الناب العام المشارحة مادة الصوي يا جماعة ما بيدخرش جهد وصدر تعليمات اه فورية وان شاء الله اهم شاضيع اه يا حاجة النهاردة احنا يعني عايزين نجيب حق بنتك عايزين نجيب حق بنتك حق بنتي اعمل التحليل بما يرد الله انا مش عايزة حاجة اللي نعمل التحليل ان شاء الله خطوة اولية التحليل هيتعمل تحليل الدين ايه؟ كل اللي الجنة علينا بكلام وعيش حسب الله نعمل وكيلا احنا ما بندقش على حد بالزور احنا والله رعزي من ربنا العالم انا عندي بنتين اتنين مش عايزة حاجة من الدنيا اللي احنا نعيش مصطورين ما حدش يبصي انا ولا يحد يتكلم علينا عمالين يقولوا سواقه في سمعت بنتي وسواقه في سمعت باتي احنا نعمل ايه؟ يعني بنتك حاجة فاطمة دلوقتي مجنة عليها في وجهة نظر المجتمع اصبحت جهة يعني في منتهى القصوة بينا بينا سنين الناس كلها بتبص علينا والله احنا عمرنا في حاجة ما حد سمع بينا ولا حد يعرف عننا حاجة احنا نسلحة ولا لنا ولا كوة بابا رجل طيب بس ما يبقاش الظلمة الظلمة اللي انتصر سنتين اتنين ونصف احنا دايخين ومتة شتتين في الدنيا عشان ايه؟ عشان ان احنا مش عايزين بقيته اقول يا رب ما يكتبش علي ايه ام ان انا سايفاه حرق اتقلب على بنتي وراح بنتي اللي اتقلب ميتم ان يتلت دمارت انا و بنتي حس فيها الله نعمل وكيل في الجاني طبعا وانا انا انا حزين على يعني اهل البلد طبعا اكيد اخلاق امل معروفة وسلوكياتها ما لهاش اي وقاع لا قدر لقب كده كان يبقى فيه وقفة يعني يعني الموضوع ما يتقلبش عليكم البلد كلها كلنا يعني كنتو اصحاب حق حاجبات موجودكم عالمة ده بيشتري خطر ده وده مش عاوز يزعل ده وده مش عاوز يجب لنفس المشاكل اللي حاول يساعدنا يطلعوا كلام مش كويس معاي عليه يقوم يمد لما خلاص يعني لحد اهل جوزي من قريبه من بلد جنب عدنا الموامي يجوا يحاولوا انهم ما يساعدونا كسروا له معربتهم خلو خطب بنت في يوم ماشي حاول يموتوه تصلوا بيه قالوا لي لو جانا تاني احنا نقتلوه لك انا بايتها مش لقي حديده يرفع الهم والازد عندنا احنا نحن نحن دلوقتي كلهم متنف تهديد من شك امل يرجع لا ولا تهديد ولا تشغلي نفسك بالكلام ده احنا بدولة قانون يا حجة فاطمة واحنا تليفوناتنا يتبع معاكم وتليفون الشخص يبع معاكم اي حاجة لا ينتبعكم من السيد الرئيس من المسئولين من السيد النائب العين يوصلوا صدر يحمونهم يحموا اي بنت مش منت بس اللي بتعمل فقا كده اكد في بناك كتير واهلهم بيدروا على الموضوع ان شاء الله تكون اخر الوقائع احنا خايفة والله العظيم كل اخاف من ربنا ان يسألني انا اصرت في حق الطفلة دي ازاي وانا لا يعلم لا لا ده يا حجة فاطمة اللي اصر الطرف التاني اللي مرباش ابنه اي ربنا اللي عام التربية الاسف الوسخة والتربية المش نضيفة عالعموم عشان نعرف في رأي القانون معانا الاستاذ عبدالمنعم يا جماعة هنطلع فاصل ونرجع لكم هنستقبل ضيفنا استاذ عبدالمنعم محامي الاستاذ امل نطلع فاصل ونرجع لكم مطروحوش بعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة